موسيقى طيب اللقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم الكشك الصحافة التي نبدأها بالعنوين موقع المصدر أولاين يتساءل لماذا تغيب المنظمات الإغاثية والإنسانية عن مارك صحيفة فرنسية تؤكد الغام المتمردين الحوثيين لا تقتل غير المدنيين وفي الأخبار العالمية وزير الخارجية الأمريكي يعتقد أن الرب أرسل ترامب لحماية إسرائيل من إيران موسيقى أهلا بكم محافظة مارب كانت هي الوجهة الأكثر استقبالا للنازحين منذ اندلاع الحرب في اليمن حيث لجأ إليها مئات الآلاف من شتى محافظة اليمن وارتفع عدد سكانها سبعة أضعاف إضافة إلى وجود أكثر من واحد وعشرين ألف مهاجر أفريقي وفق النشر الرسمي الصادر عن موقع محافظة مارب وعنون موقع المصدر أولاين نازحون منسيون ومدينة لا تعرف طريقها الأمم المتحدة لماذا تغييب المنظمات الإغاثية والإنسانية عن مارب؟ ويقول الموقع أنه مع ذلك تغييب عن مارب المنظمات الإغاثية والإنسانية سواء منها تابعة للأمم المتحدة أو المنظمات الدولية الأخرى ولا يوجد منها سوى عدد ضئيل جدا من بين عشرات المنظمات التي تنشط في اليمن وقال مصدر حضر اجتماعا عقد في مارب كان السؤال الأكثر الحاحن لماذا لا تنزل المنظمات إلى مارب لزيارة النازحين والاطلاع على أحوالهم ولماذا لا تتدخل في إغاثتهم رغم أن كل المعايير الدولية للإغاثة تنطبق عليهم وأجاب متحدث باسم فريق زار المحافظة بالقول ليس لدينا معلومات أن نداءات من أي من شركائنا عن نازحين في مارب هناك فجوة بيننا وبينكم ويقول أحد العاملين في الغاثة بمارب عندما تريد أي منظمة محلية أن ترفع مشروعا أو تطلق نداء لغاثة نازحين في مارب لا تستطيع لأن مكاتب المنظمات وشركاء المحلين العاملين معها كلهم في صنعاء وعندما تراسلهم المنظمات من مارب يقولون نحن لا نقبل أي نداء من محافظة مارب إلا عبر الكتلة التي تتبعها المحافظة ومارب تتبع كتلة صنعاء قالت مصادر محلية في محافظة دمار إن ميليشيات الحوثي كثفت تحركاتها واجتماعاتها مع عقال ومشايخ مدريات جبل الشرق وآنس وعنس كبرى مدريات المحافظة بهدف التعبئة العامة والحجد والزج بهم إلى جبهات القتال في صفوفها في تعزو الحديدة وعنون موقع الصحوانت دمار ميليشيات الحوثي تدفع بطلاب المدارس للقتال في صفوفها وقال الموقع إن ميليشيات الحوثي أطلقت الأسبوع الماضي عناصر تابعة لها تحت مسمى مشرفين ثقافيين كلفتهم بالنزول إلى المدارس الحكومية بهدف التعبئة وحجد مقاتلين إلى صفوفها خصوصا طلاب المدارس الحكومية كما أجبرتهم على إقامة فعاليات ووقفات احتجاجية تحت ذريعة مرور خمسة عوام من الصمود فيما حولت الميليشيات الجامع الكبير في حي الحوطة إلى موقع لاستقطاب الشباب وإقامة دورات ثقافية وطائفية للدفع به من الجبهات وحولت ميليشيات الحوثي أيضا منذ سيطرتها على دمار حولت أيضا منذ سيطرتها على دمار مبنى الأستاذ الرياضي الوحيد في المدينة إلى مقر عملياتها العسكرية والإمداد البشري حيث يتم الدفع بالمقاتلين بعد إخضاعهم لدورات ثقافية للعديد من الجبهات شتاء الطغا وربيع الشعوب تحت هذا العنوان كتب جمال محمد إبراهيم مقاله في صحيفة العرب الجديد مضيفة الملاحظ في حالتين سودان والجزائر وفوران الشوارع ضد الحكم الاستبداد فيهما أن للاستبداد قرون استشعار عالية الحساسية وأن للنظامين في البلدين قدرات من المناورة بما يمكنهما تجاوز ذلك الربيع الذي يهدد بقاءهما وأن في وسعهما إبدال ذلك الربيع إلى موسم شتائي كاسح تكتسب الأنظمة الاستبدادية شيئا من المناعة مع تعاقدات ناعمة وغير مرئية مع أطراف خارجية تلهمها الصمودة أمام أي موسم ربيع تتهددها تلك التحالفات الخفية تتصل بتوافق بين أجندات خارجية أصحابها ذو بأس تتحقق مع أجندات داخلية في تلك الأنظمة الاستبدادية الهشة لا نعجب إن رأينا تباين رد الفعل الأمريكي تجاه انتفاضتي السودان والجزائر مقارنة برد فعل الإدارة الأمريكية تجاه انظام بنزويلا على سبيل المثال إن رئيسا يجازف ببدل أقصى ما لديه لفصل جزء من بلده تنازلا لما تطلبه منه أطراف دولية قوية لجدير أن تبارك له تلك الأطراف بقاء مستداما في كرسي رئاسة بلاده حتى وإن بلغ استبداده وطغيانه ما بلغ وقال الشاعر قديما عين الرضا عن كل عيب كليلة بل هي مغمضة تماما لكن دروس الربيع العربي سابقة أنصت إليها الطغاة القابعون في كرسيهم قبل أن تنصت إليها شعوبهم المغلوبة على أمورها تعين أولئك الطغاة أطراف في المجتمع الدولي تشتري مصالحها من أنظمة استبدادية متأكلة مقابل غض الطرف عن طغيانهم واستبدادهم وتجنيهم على الحقوق الإنسانية لشعوبهم في مواجهة ربيع شعوبهم يصنع أولئك الطغاة المستبدون في المقابل شتاءات طغيانهم الطويل موقع نيوز يمن يسرد قصة شاب يمني غادر بلاده بمجرد أن سقطت العاصمة الصنعاء بأيدي مليشيات الحوثي ورغم أنه لم يكن يعمل في السياسة أو مطلوبا لأحد إلا أنه أحس أن لا حياة مع المتمردين وعنون الموقع صانع الشاي والهريسة في كولا لنبور شهاب صبيحي يقول لنيوز يمن دخل الحوثي صنعاء فقررت الهجرة يقول الموقع متحدثا عن حي في ضواحي كولا لنبور في سي راداج ستجد نفسك لا إراديا تسافر بأحاسيسك ومشاعرك إلى اليمن وأنت تعيش لحظات خالدة مع أيوب طارش عبسي متلددا بكوب شاي عدني في أحد المطاعم اليمنية المقتضة بالزبائن عربا وآسيويين على الطعام اليمني بأصنافه المتعددة وهناك سترى شهاب الصبيحي المولود في لحج ينشط في صنع الشاي اليمني والعصير الممزوجة بابتسامته للزبائن طوال اليوم وقد يجلس إلى جانبك ويفاجئك بالحديث عن تفاصيل معارك الساحل وخذلان الشرعية لحجور وأتفاقية ستوكول يقول شهاب للموقع كنت أعمل في صنعاء بوضع مادي جيد وتنقلت بين عدة أعمال لكن بمجرد دخول الميليشيا عمران وبدأ محاصرة صنعاء في عام 2014 أيقنت أنه لا مكان لي في اليمن ويضيف أيضا عرفت أنه لا خيار لي سوى الرحيل أمام القادمين من كهوف التاريخ فسافرت باتجاه ماليزيا نازحا على أمل أن يفتح الله لبابا للرزق تابعت العديد من المواقع اليمنية والصحف العربية خبر فوز شاعر اليمن الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح بجائزة أمير الشعراء أحمد شوقي في دورتها الأولى التي أطلقتها أو أطلقها اتحاد كتاب مصر كأول شاعر عربي يحصل على الجائزة من خارج مصر وعنونا موقع المشاهد نت الشاعر المقالح يفوز بجائزة أمير الشعراء وقال الموقع أنه في احتفالية أقمت باتحاد كتاب مصر في العاصمة المصرية القاهرة أعلن أو أعلن فوز الشاعر المقالح بموافقة كل أعضاء لجنة التحكيم وبحضور وزير الثقافة مروان دماج وفي كلمة الاستحقاق ساق يوسف نوفل عددا من المسوغات التي استحق بها عند جادار الشاعر عبدالعزيز المقالح الجائزة منها مستوى الإبداع عند المقالح الذي يمتد لخمسة عشر ديوانا منذ صدور ديوانه الأول لابد من صنعاء في عام 1971 وكذا إسهاماته النقضية الأكاديمية المتميزة وإسهاماته اللغوية عبر رئاسته للمجمع اللغوي في اليمن وعضويته في عديد المجامع اللغوية في مصر وسوريا ولبنان وإيطاليا من جانبه قال وزير الثقافة اليمن مروان دماج الشاعر الدكتور عبدالعزيز المقالح مبعث فخر واعتزاز لكل اليمنين لقد طبع المقالح طوال أكثر من خمسين عاما حياة أجيال من اليمنين بحضوره الأدبي وحتى السياسي وأضاف الوزير أن المقالح كان دائما في صف عموم اليمنين وأحلامهم وتطلعاتهم للعدل والحرية والتقدم إنه شاعر كبير ورائد ومجدد في الشعر اليمني والعربي ومثقف وناقد أخذ على عتقه رعاية أجيال من الشعراء والأدباء اليمنيين باق عند انحيازاته الدائمة للشعب والحرية قبل أربع سنوات تقريبا في حزيران يونيو من عام 2014 أعلن أبو بكر البغداد أن أعلن عن إقامة دولة خلافة في العراق وسوريا وأعلن نفسه خليفة عليها هكذا بدأ أستاذ في كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورج توان دانيال مقاله المنشور في فورين بوليسي والذي ترجمه على الدين أبو زينة وعادت الغد نشح في أطروحته المسمات إدارة التواحش دعا المحلل الجهادي أبو بكر ناجي إلى استخدام العنف الإرهابي لخلق مناطق من الفوضى في بلد ما وبعد ذلك سوف تتسلم الجماعات الجهادية زمام الأمور وتكسب دعم الشعب المنهك بواسطة جلب القانون والنظام وقد اتبع تنظيم الدولة الإسلامية هذا المخطط وكما زعم أحد رجال شرطة الدولة الإسلامية في العراق فإنه إذا نجحنا في تحقيق العدالة فقد كنا نعرف أننا سنفوز بقلوب الناس يعترف سكان مدن مثل الموصل من أولئك الذين لم يفروا من ديارهم عندما وصل مقاتل التنظيم بأن حكم الدولة الإسلامية الوحشي حسن الخدمات مثل توفير الكهرباء ومكافحة الجريمة وقد أدرك المهندسون الحكوميون الذين غالبا ما كانوا يأخذون رواتبهم لكنهم يعملون في وظائف أخرى في ظل الحكومة العراقية أن الحضور في مكان العمل كان التحرك المهنية الأكثر أمانا مع وجود الدولة الإسلامية في السلطة وقد كسبت الدولة الإسلامية قلوب جزء من السكان بهذا الأداء وكانت أكثر قدرة على استخراج الموارد نتيجة لذلك ومع تلاشي ذكرى وحشية الدولة الإسلامية وعودة القادة الفاسدين وغير الأكفاء إلى تولي زمام الحكم سوف ينظر بعض العراقيين والسوريين على الأقل بتوقن إلى زمن كانت فيه المصابيح تظل مشتعلة بالنسبة للولايات المتحدة برهنت هذه المشاكل في الحكم أنها السم القاتل الذي يهدد جهودها المحاربة الإرهابي في الشرق الأوسط وما وراءه ومنذ الحادي عشر من أيلول سبتمبر طورت الولايات المتحدة آلة قتل واسعة وفتاكة تقوم بتدمير صفوف الجماعات الإرهابية بانتظام فما الذي يمكن القيام به بعد أن أصبحت الضربات العسكرية أكثر صعوبة وقد يجلب التدخل الأمريكي للحلفاء المحليين بعض الراحة لكن التركيز على الإرهاب الدولي يصبح أكثر صعوبة في هذه الظروف كما أن هذه الصراعات الدنيوية المحلية تظل أقل احتمالاً لإثارة خيال المتطوعين الأجانب المحتملين الآن تكافح إدارة ترامب مثل إدارة أوباما من قبلها لتخمين كيفية تحقيق التوازن بين اليقظة والمشاعر الانتصارية ويخطئ ترامب بكونه ترامب الذي نعرفه في الجانب المتعلق بالانتصارية ويتباه بهزيمة الدولة الإسلامية بما يثير الذعر في مجتمع مكافحة الإرهاب الذي يريد البقاء في سوريا بهدف إبقاء الضغط مستمراً على التنظيم لا تزال جاذبية أيديولوجية تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة قوية وسوف تتابع أعداد صغيرة من الأتباع في الغرب حمل السيف لكن التهديد اليوم أصبح أقل خطورة مما كان عليه في العام 2014 وينبغي أن يدرك الصانع السياسة أن نجاحاً جزئياً في مكافحة الإرهاب ربما يكون أفضل مما سيحصلون عليه في الوقت الراهن قال موقع لوبلونغ الأمريكي أن الحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من أربعة سنوات أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وندرة حادة في المياه وأفاد أن شبكات إمدادات المياه المتوترة أصلاً في البلاد تجف وأدى الجمود المستمير في ساحة المعركة إلى حجب حقيقة ينبغي أن تهم جميع اليمنيين فكلما طال أمد الصراع ازداد خطر أن يتسبب التصحر والجفاف والمجاعة في إلحاق الضرر باليمن دون إصلاح وأكد أنه في عام 2013 قبل عامين من بدء الحرب بشكل جدي توقع بعض الخبراء أن العاصمة اليمنية صنعاء ستفقد إمداداتها المائية في غضون عشرة سنوات ومنذ ذلك الحين أدى مزيج قاتل من تغير المناخ والعنف السياسي إلى تفاقم ندرة المياه في البلاد يقول وزير مياه سابق للموقع تعتبر اليمن أكثر دول العالم فقرا بالمياه إنها إحدى الدول التي لا توجد بها أنهار وقد انخفض معدل هطول الأمطار بشكل كبير على مدار العقودة الثلاثة الماضية ويضيف الموقع في تقرير ترجمه يمن مونتر تعاني العديد من المدن والقرى اليمنية من ندرة المياه خاصة في فصل الشتاء في هذه الأيام تعز بدون ما عمليا في ترجمتنا الخاصة للصحافة الفرنسية نطالع ما كتبته الصحفية إليس بورجا في صحيفة لوفيغارو حيث تتحدث عن 12 منظمة غير حكومية تدعو فرنسا إلى إنهاء النزاع في اليمن وقالت الصحفية إنه منذ أربع سنوات اندلعت الحرب في اليمن وتدخل التحالف العربي لدعم القوات الموالية للحكومة ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران ومنذ ذلك الحين لم تتوقف الحرب مما تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم وقالت الصحفية إن المتمردين بدورهم زرعوا الآلاف من الألغام المضادة للأفراد التي لا تقتل ولا تجرح تقريبا إلا المدنيين وتقول الصحفية إنه تمت الإشارة إلى فرنسا كونها ثاني أكبر مورد للأسلحة السعودية بعد الولايات المتحدة وشريكا رئيسيا للإمارات العربية المتحدة بشكل خاص وقال إرميك ألوين من منظمة العفو الدولية بفرنسا إنه بين عامي 2015 و2017 باعت فرنسا أسلحة بقيمة 4.3 مليار يورو للإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نخبون غارقة في الوهم ولا تبصر غير عماها تحت هذا العنوان كتب محمد عبدالوهاب الشيباني مقاله المشهور في الموقع بوست نخبه هذه البلاد ثقافية وسياسية واجتماعية متوهمة في كل منعطف يقتلها الوهم بدم بارد ولا تتعذب ذاكرتها المثقوبة تعيدها في كل مرة مثل شياه الضعيفة إلى مسلخ التوخم المقصود بعضها توهم أن الحوثية ليست أكثر من عبور طارئ في وقتنا ومن السهل التخلص منها وإعادتها إلى الكهوف بعد أن يستوفى شروط حضورها ومن يستخدمها كأداة لتصفية خصومه بأقل الخسائر لكننا اكتشفنا وبخمسة أشهر أنها استطاعت الإمساك بكل مفاصل السلطة ومقدراتها الاقتصادية والعسكرية والأمنية بقبضة حديدية وأن الشاصات المائتين التي قدمت من صعدة لم تكن سوى الواجهة لدولة عميقة موجودة في منفاصل الحياة العامة لم تستكن منذ خمسة عقود تنتظر مثل هذه اللحظة وتعمل بصمت وتقية في إطار النظام الجمهوري الذي اكتشفنا أنه في الأصل مطب هوائي من الوهم استخدم بعد إفراغه من جوهره الثوري الإنساني كلافتة للقوى الاستبدادية للمتاجرة بأحلام الجميع لإعادة تدوير السلطة ومقدراتها في إطار بنية الحكم التاريخي في الشمال كمسيحي أعتقد بالتأكيد أن هذا ممكن هكذا جاء رد وزير الخارجية الأمريكي ماك بومبيو على سؤال عما إذا كان من المحتمل أن الرب أرسل الرئيس الأمريكي دولان لترامب من أجل حماية إسرائيل من إيران وعنون موقع السي إن إن وزير الخارجية الأمريكي يقول أعتقد أن الرب أرسل ترامب لحماية إسرائيل من إيران وفي مقابلة خلال زيارته إلى القدس مع شبكة البث الأمريكي سي بي إن سأل المذيع كريتش ميتشيل وزير الخارجية الأمريكي إذا كان الرب قد رق ترامب ليكون رئيسا في هذا الوقت لحماية اليهود من التهديد الإيراني مثل الملكة إسر بطلة عيد البوريوم الذي تحتفل به إسرائيل هذا الأسبوع وهو ذكرى خلاص اليهود في بلاد فارس من مذبحة بحسب المعتقدات اليهودية من جانبه قال جون كيربي المتحدث الأسبق باسم مزارة الخارجية الأمريكية ومحلل سي إن إن للشؤون الدبلوماسية والعسكرية إن تأكيد بومبيو على أن ترامب ربما يكون قد أرسله الرب لإنقاذ إسرائيل كان ليعد أمرا مثيرا للضحك إذا لم يكن هذا مؤشرا على أن وزير خارجيتنا يتجاوز بتهور الخط الفاصل بين الدين والدولة وعضاف كيربي أن تصريحات بومبيو ليست محرجة فقط بل خطيرة وغير مسؤولة وتشجع المتطرفين الذين يرون الغرب كغزاء صليبيين وتزعج الذين ينظرون إلى الولايات المتحدة كمدافعا عن الحريات الدينية والمدنية حول تاريخ الإسلام في نيوزلندا يقول موقع استراليان مسلم تايمز إن أول عائلة مسلمة ذهبت إلى نيوزلندا كانت أسرة وزيرة الهندي الذي ذهب مع زوجته وأبنائه إليها عام 1854 العمل لدى السير جون كرافورت الذي أطلق على ضيعته في نيوزلندا اسم كشمير وعنون موقع البي بي سي متسائلة ما قصة الإسلام والمسلمين في نيوزلندا ففي سبعينيات القرن التاسع عشر عاشت مجموعة من أو عاش مجموعة من العمال الصينيين المسلمين في مستعمرة منجام أو مستعمرة لمناجم الذهب وفي تسعينيات ذلك القرن استقر بايع هندي متجول في أوتاغو وفي عام 1905 استقر صالح محمد من استقر صالح محمد من تركمانستان في كريست شيرش وأصبح بايع آيس كريم مشهور هناك وفي عام 1951 نقل الألاف من لاجئي شرق أوروبا وبنهم مسلمون من يوغسلافيا وألبانيا إلى نيوزلندا واستقر الكثير منهم في كريست شيرش وفي ذلك التوقيت أيضا وصل العديد من الطالب المسلمين من آسيا للدراسة في نيوزلندا وفي عام 1950 تأسست أول منظمة إسلامية في نيوزلندا في أوكلاند وكان عدد المسلمين في البلاد حينئذ نحو 200 شخص وفي عام 1959 أقامت المنظمة قامت بشراء عقار في بونسينوي حيث أقامت أو أقيمت أول أقيم أول مركز إسلامي في البلاد وحول المسجدين لدينا تعرضا للهجوم يقول الموقع إنهما من أقدم المساجد في البلاد ويصل الناس في المسجدين الكبير منذ سنوات طويلة والمسجد مندمج في المجتمع وفيه تقام نشاطات لأديان مختلفة وهو مسجد يرحب بجميع الثقافات صور متنوعة اخترتها صحيفة الجاردين من عدسة مصوريها المتشرين في مختلف أنحاء العالم ونحن بدورنا اخترنا لكم بعضا منها لعرضها لكم إلى الصورة اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى ماذا تقول لنا ريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتور نتابع موسيقى 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 وبهذه الرسومة الكاركاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم كوشك الصحافة نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى